اكيد يعني الحديث هيكون عن منتخبنا الوطني اللي عنده مباراة في نهاية البطولة المهمة لمنتخبنا الوطني واللي بيستضفها طبعاً اتحاد المصري كورة القدم تستضفها مصر من خلال استادين مهمين جداً موجودين على أرض مصر هو استاد مصر في العاصمة الإدارات الجديدة وأيضاً استاد القاهرة بكرة إن شاء الله المباراة نهاية ما بين مصر و كرواتيا وأيضاً المباراة الأخرى في تحديد المركز الثالث والرابع ما بين تونس و نيزولندا إن شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا الوطني والحديث بقى هيكون طبعاً عن المباراة الخاصة بينا منتخب مصر إن شاء الله و إن شاء الله كده تبقى مباراة قوية نفس الوقت نكسب هذه البطولة تفرق كتير جداً في الحالة المعنوية بالنسبة لنا كمنتخب مصر في أول بطولة أو أول مباراتين منتخب مصر بيشارك فيها مع كابتر حسام حسن كمدير فن طيب قبل ما هروح لتفاصيل الحلقة وخبار اليوم بس حابب أتكلم في شيء مهم جداً من بداية رمضان بداية رمضان حقيقة الواحد بيستمتع بالمسلسلات والروحانيات والصلاة والصوم و أيضاً البرامج الجميلة اللي بتبقى موجودة في جميع القنوات من خلال طبعاً التوكشور اللي بيبقى موجود في استضافة الفنينين و لعبين كرة القدم في مصر حقيقة ولكن ما نجي نبص كده هناك طبعاً لعبين كبار في السن بيبقوا موجودين بطالوا كرة القدم بيستضافوا في البرامج و أيضاً لعبين ممكن يكون صغار في السن برضو بيستضافوا ولكن الحاجة الغريبة و اللي الحقيقة الواحد بيزعل عشانها إن دايماً هناك أسئلة عن لعبين ممكن يكون حصل سوق تفاهم ما بين اللعب اللي بيبقى موجود في الاستوديو و بيتم استضافته و لعب آخر مش موجود و بتبقى عبارة عن نزام نقول شبه تقطية يعني أو يعني ما بنيجي نتكلم كده السؤال إن يراد بما بعد ذلك إنه يبقى ترند بما معناها و هنا في بعض الأحيان سواء بقى اللعب الكبير و اللي هو بطل كرة و يعني ما شاء الله يعني طبعاً نجم كبير و بطل بقى و دماغه كبيرة أو اللعب الصغير الاتنين الحقيقة بيقعوا فخ إن هم يجيبوا سيرة بعض و ده في حد ذاته شيء يعني يعني احنا قلنا الحمد لله الأهل والزمالك قعدوا مع بعض و دينا تمام و الحالة في مصر هتبقى في كرة القدم ماشية بشكل حلو و إن شاء الله الأيام اللي جاية في موضوع الجمهور و دخول الجماهير و بالتصرف ده أو بالشيء اللي حصل فيه الكرة ماشية من خلال القدبين دول هتمشي بشكل جميل لكن هناك بقى بعض الأمور بقى بتحدث في التوقيت ده من خلال هذه البرامج بتودينا في حتة فيها تعصو كبير لأن في الآخر ده نجم كبير و ده نجم جاي في الطريق وبالتالي بتلاقي إن الأمور بتوصل إلى إن ده يزعل من ده و ده يزعل من ده و هنا جمهور ده بيقف معاه و ده جمهور ده بيقف معاه ففي أحاديث في البرامج الحقيقة في وقت من الأوقات ما بنحبش إنها تتاخد بالمنطلق ده إنك تجيب سيرة زميل أو سير الكابتنك أو الكابتن اللي احنا بنتكلم عليه دايما بيبقى فيه كرة القدم اللي هو قبلنا ولعب وإحنا هو قضوتنا وحاجات كتير جدا ولكن طبعا يعني أرجو إن كمان اللاعبين الصغيرين يعني ياخدوا بالهم جدا جدا من كلامهم على نجوم سبقهم فيه كرة القدم وبالتالي ده بيبقى شيء من الاحترام و شيء من العادات بتاعتنا فيه كرة القدم نحنا دايما بنحترم اللعيب الكبير واللعيب اللي بطلوا اللي قبلنا ولقبلنا وبيبقى قضوة من القضوة اللي احنا شفناها فيه كرة القدم وبالتالي يعني نتمنى إن لعبتنا اللي بيتم استضافتهم سواء كبير أو صغير ياخد باله جدا من كلامه وحديثه عن لعب آخر وزميل آخر فيه كرة القدم أين كان بقى هو كان أكبر أو أصغر ده بس كنت حابب أتكلم فيه لأن طبعا من بداية رمضان الأمور بتبقى جميلة والحقيقة جمهور بقى البلاقي جمهور بينبسط بالكلام ده وفيه جمهور أكيد تفاهم وواعي إن ده ما يصحش إن يتقال عن زميل أو زميل يقوله على زميل آخر سواء كبير أو صغير طيب خلينا نبدأ حلقة